السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير ان شاء الله الجميع بخير اخوكم محمد ابو حمزة جاب العثارات الكرام تاريخ تسجيل الفيديو اليوم الجمعة تسعة سبعة الفين وواحد وعشرين يا جماعة الخير الفيديو اليوم طريقة سحب الموعد بعد الحجز يعني انت حجزت موعد وعندك يعني لغطة الشاشة او ما عندك ما في حرج ما يلزمك الا التسعة وتسعين فقط بعد ما حجزت دور انا بجرابلوس يوم يومين كيف بدي اسحب ورقة الحجز على شكل ملف بيديف كالعادة يا جماعة الخير انا محتفظ برابط اللي هو نفسه رابط الحجز على معبر جرابلوس ندخل على رابط طبع الحجز اجازة العيد من خلاله نحسن نسحب الموعد اللي حجزنا على هذا المعبر نختار الكرون كالعادة طبعا هاي الثلاث اخطات نضغط عليها تعين شيك او شيك على الموعد او اسأل عن الموعد دخلنا عليها عبارة ندخل تسعة وتسين تبعنا يا جماعة الخير اي داعش مؤلف من اي داعش رغم تمام ونعطي لستو رابط ونعطي سرقل ما السؤال نضغط عليها الخضراء يظهر عدة الموعد من طباعة نعطي حفظ على شكل ملف بي دي اف راح ندخل بيانات ونطلع على ياخذنا على ملف في الموعد ونشوفكم شلون طريقة طباعته على شكل او بالاحلو حفظه على شكل ملف بي دي اف طبعا هدا تسعة وتسعين وهم يا جماعة الخير مشان ما احد ينبهني او يعلق لي يقول لي اخي بو حمز اخ في التسعة وتسعين راح ندخل بيانات ونكمل معكم طبعا بعد ما دخلنا تسعة وتسعين يا جماعة الخير وعطينا السؤال عن الموعد ظهرنا نوعد على هذا الشيء اي شاكلة طبعا الموعد موجود اسم الشخص رغم التجي ومجموعة من المعلومات ايضا تاريخ الدخول وتاريخ الخروج تاريخ دخوله على سوريا وخمستاش سبعة الفين وواحشين طبعا هاذ معبر جرابلوس تاريخ الرجوع ستعاش تمانية يعني شهر اجازة شهر تقريبا او واح ثلاثين يوم تمانية يا جماعة الخير او ثلاثين يوم بخلال هذا الموعد موجود شروط الدخول او الخروج او شروط العبور عن طريق هذا المعبر ننزل اخر شي لتحت يازدر طباعة نضغط عليها يا جماعة الخير بعد ما ضغطنا عليها نقلنا على على ملف اخر او بند اخر هاي الاصفر هو ملف بي دي اف نضغط عليه بعد ما ضغطنا عليه يا جماعة الخير بس نعطيتم ينحفظ او بدك تختار اي ملف تحفظ فيه على شكل ملف بي دي اف تمام تعطيتم يمشي الحال تمام يا جماعة الخير انا بدي احطوا على سطح المكتب او على هاي ال ما راح احطوا بملف راح احطوا على شكل ملف كامل يعني بس نعطيتم ينحفظ عندك على الكرت ترجعت تبحث عنه بالكرت تلاقي ويمشي الحال تشيل هذا الملف على صاحب المكتبة اي مكتبة نقول لك اخي بعث لي على شكل ملف بي دي اف شوالله يمشي حالك تطبع الموعد اه وتحتفظ بي بي بزرف اغلب الناس يقول لي اخي يا محمز يصير اخلي الموعد على التليفون لك لا يا اخي موعد موعدك بده ينختم عليه بده يشوفون المعبر اخي نصيحتي اطبعه اطبع هذا الموعد واحتفظ بيه اطبع اذن السفر ايضا تمام والاحسن تطبع الهيس كود تمام اطبعه عن طريق الايدولات تمام اقدر تسحبه ايضا عن طريق شكل ملف بي دي في موضوع الحجز يا جماعة الخير موضوع الحجز ضغط ضغط مطبيع بسبب زيارات الناس على الموقع فبدك تحاول كل نص ساعة كل ربع ساعة ممكن باي لحظة ينفتح معاك يعني مثلا الرابط الرابط الاخرى تفتح له ضغاء 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 بسكر فبدك تلاحق تمام يا جماعة الخير الحجز الفردي اسهل من العائلي فانتم اذا عائلة فوق الثمنطعش برأي كل شخص يحفل جزء فردي وخلاص على رغم تليفوني تمام هاي الطريقة وهذا كل ما لدينا اليوم الفيديو المتواضع ان شاء الله جزاك بالله خير وبرك الله وفيكم اخوكم حمد ابو حمزة جابر اعطالات الكرام لا تنسونا من فضل دعاكم اي سؤال اي استفسار علق اسفل الفيديو شاركوا الفيديو لكل شخص حجز عن طريق معبر جرابلوس مشان يفهم يعرف كيف طريق تسحب الموعد طبعا شي اسمه إلغاء موعد ما في شي اسمه إلغاء موعد يا جماعة الخير مشان تتطمنوا في حال حدا يقال لكم بدي ألقي لك الموعد او ما شابه ذلك لا حصرا موظف المعبر هو اللي يقدر يلقي لك الموعد اي شخص اخر لا مستحيل ما يحسن للغي الموعد تمام يا جماعة الخير اتمنى زاد بدي انوه على شغلة انو الالتزام بالموعد معبر جرابلوس ما في عنده لعب ابدا بدك تجي بالوقت المحدد واوراغك كاملة يعني يجون اطفال وام من دون الاب بده وكالة جباري واغلب الناس عاب يروجوا على المجموعات او اخي عاب تكلف ستمية سبعمائة ليرا اخي ما تكلف شي بس شوف نوترة او ولد حلال بالنوترة احيانا في ناس قالوا الاخي كلفتنا خمسين ليرا وفي ناس عاب يقولوا خستمية سبعمائة ليرا حرام يا اخي يعني شوف نوترة واثنين وثلاثة مو شرط الا نوترة في ناس سألوني ايضا يا اخي انا كملكي هاتاي متواجد باسطنبول يصير اسوي بوكالة لزوجتي باسطنبول ايه يصير اخي الكريم ما في حرج ان شاء الله بالكاتب بالعدل ما في حرج ليه هو النوترة كل نوترة لها مترجم محلف اسأل نوترة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة الا ما تلاق يبازرهم يا اخي الكريم ما في حرج ان شاء الله جزاكم الله خير وبرك الله وفيكم اخوكم محمد ابو حمزة جابر افرات الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته